نلوح معكم لخبر آخر والحقيقة كنا أعلن طبعا من خلال وزارة الطيران المدني هي تستقبل أيضا كل رحلات من أول يوليو هيكون في استئناف لحركة الطيران وكمان هذه الحركة هيكون عليها مجموعة من الضوابط المختلفة اللي عنات عنها أيضا وزارة الطيران المدني فيما يتعلق أيضا بصعود الطائرة والإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة وأيضا أثناء وجودك في الطائرة لو بنا عليك مرض مزمن لو بنا عليك أعراض معينة تتعامل إزاي مع ضيوف والطيارين وأيضا توزيع الواجبات وغيره يعني طبعا مانويل أو خلينا نقول تعريف كامل بكل الإجراءات دي اللي يمكن بعض منها هنتعرف عليه في التقرير القادم